مع اقتراب موعد الزيارة المرتقبة التي سيجريها رئيس الوزراء محمد الشيعة السوداني إلى البيت الأبيض والتي طال انتظارها بالنسبة لرئيس حكومة يسعى لأن ينهي أمر ملفات حاسمة تتعلق بشكل مباشر بشؤون السيادة والأمن والاقتصاد العراقية السوداني وبحسب مركز القرن الدولي سيتناول على الطاولة المشتركة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن أهم ورقة تتعلق بحالة التوتر الأمني في المنطقة والتي انعكست على العراق بما شهده من هجمات على المصالح الأمريكية التي نفذتها فصائل مسلحة بالإضافة لاستهداف أمريكي لشخصيات قال البيت الأبيض إنها محسوبة على جهات إيرانية ورقة الوجود الأمريكي تلك في العراق مرتبطة بتطورات الأمنية بدرجة الأولى والملف السياسي الذي يرتكز عليه محور إعادة التفاوض بين بغداد وواشنطن بشأن علاقتهم الاستراتيجية موضوعات أخرى مثيرة للجدل مثل تضفق الدولارات الأمريكية إلى العراق تلك الورقة المرتبطة بالعقوبات المفروضة على مصارف تمرر الدولار إلى إيران وهنا تحتاج بغداد لتنظيم العلاقة المالية مع واشنطن من جهة والحرص على تمتين نظامها المالي من جهة أخرى في المقابل ومع حاجة الرئيس الأمريكي إلى تأمين ورقة التهدئة في المنطقة سيما من أي تصعيد على يد فصائل عراقية وهو ما يرى مركز القرن الدولي أنها مهمة سينجح السودان بها تماما كما فعل بصناعة تهدئة في التوتر الأخير بين بعض الفصائل والحكومة الأمريكية ما من شأنه أن يترك انطباعا إيجابيا ونتائج زيارة قد تضفي المزيد من الاستقرار الأمني والاقتصادي للعراق ترجمة نانسي قنقر